هيدا مش خضاء طيب حلقة هنا بيرد عليك بدي اوصق بدي انا قول لانه صار طارد نص الحلقة بدي انا قول لانه موضوع الورقة الكويتية اليوم في جوان في جو انه لن يكون هناك عقوبات خليجية على لبنان وفي جو انه لقى انه يدرسون ما هي الخطوات اللي رح تصير تجاه لبنان في حال ما كانت الورقة تلبي الطموح وخصوصا انا نعلم انه هذه الورقة طبعا لا تستطيع تتبنى القرار 1550 شو الجو كيف سيتعامل كونك انت بحب الاكشن خبرية انه لا يقبلون بانه لا يستطيعون بالقرار 1559 هيدا بما انه هلأ صار الدرجة على الموضة تجليطة مش تجليطة لانه تخيل حزب الله بيقول انه بيقبل بالالف وسبعمية واحد والدولة اللبنانية بتطالب فيه لالالف وسبعمية واحد صحيحي هيدا تجليطة عملت قصة اخر مرة بس مظبوط انه حزب الله بيقبل بالالف وسبعمية واحد والدولة اللبنانية بتقبل فيه فيه مظبوط اذا انا غلطان قوليه طب ما بالمادة تمانه منه بالمادة تمانه من القرار ألف وسبعمية واحد ينص على تطبيق القرار ألف وخمسمية وتسعة وخمسين بكل مندرجاته واتفاق الطائف وغيره ياللي عم تحكي عنه الورقة الكويتية مشان هاي كل خبرية انتو جليطة يعني عم بيدحكوا على العالم هذي جماعة بيكذبوا الكذبة ويصدقوا كذبتهم بدونينا نحنا نصدقها بس اليوم هل تعتقد بيقبلوا بالالف وسبعمية واحد بس ما بيقبلوا هل تعتقد ان حضرتك هلأ يعني حضرتك صحافي ومتابع والبداك هل تعتقد انه فعلا الدولة اللبنانية تستطيع نزع سلاح بالله يعني خلينا نكون واخاقليين بلا عداوين رناني هلأ رح جاوبك هون بشكل مباشر رئيس الجمهورية خبرنا عن موضوع انه ما فينا كرمال السلم الاهلي شو يعني اي شو يعني يعني اذا الدولة اللبنانية او الجيش اللبناني بروا يطبق الخمسة عشر تسعة وخمسين حزب الله رح ياخد البلد على حرب اهلية هيدا التفسير ما في تفسير تاني ولا تالت يعني اذا اي حدا بدوا يحكي بموضوع نزع سلاح حزب الله يلي هو اديت للحرس الثوري الايراني ويلي عم بقاتل ببيروت وبالشام ليوم الصبح رحلون قتلة بالشام بأصف اسرائيلي وبالعراق وباليمن بانا نعمل حرب اهلية بالبلد بالمقابل ثم تمن يقول انه بدل ما طالبه نزع سلاح حزب الله بس خليك طالبه بوقف الاعتداءات الاسرائيلية بتحرير ما تبقى من اراضي لبنانية محتلة باذا بدك في عندنا عدو اسرائيلي يعني في هذا السلاح هو الوحيد الذي شكل قوة ردع بوجه العدو الاسرائيلي بدل ما طالبه بانسحاب السلاح خلينا نروح نطالب تحرير الارض بوقف الاعتداءات الاسرائيلية يعني خلي الخليج يساعد لبنان على وقف هذه الاعتداءات وعندها يمكن للبنان ان يطالب حزب الله بنزع سلاحه انه حزب الله عم بيسترد الاراضي اللبنانية المحتلة بمقرب وبصنعاء وبالحديدة وبالشام وببغداد حزب الله عم بحاول يحرر لبنان من العدو الاسرائيلي او يحرر اليمن من الجيش اليمني يعني بصع من ضيع لانه هايدي الشعارات التجليطة هايدي الشعارات تجليطة لانه المقاومة تجليطة المقاومة تجليطة يعني هاي دعو اليمني ادعاء المقاومة ادعاء المقاومة تجليطة لانه اكتر جبهة هادي طيب راح راح اقلك شاري تاني مين اللي رافع شعار اي حدا بيسقط لنا اذا بيقتلنا الاسرائيلي مقاوم واحد بين هلالين بسوريا بنا نرد هون تب شوف من وقت تلاه هلا قدي صاروا صاقت ناس هاي شعارات تجليطة هايدي الشعارات يعني نحن من قتل وينما كان بدك نشوف انه كيف السيد نصر الله مخبرنا انه بالألفين وثماني بدأت معركة ازالة اسرائيل زاكرتين الخطاب ألفين وثماني بس هذه هي عقيدة عقيدة غير مرتبطة بسنوات نحن نحكي عن العقيدة نحن نحكي عن كلام السياسي هاي ده الكلام السياسي سمح لي مهنة العقيدة هي العقيدة مرتبطة ايضا بمقاومة العدو الاسرائيلي يعني بقصد عقيدة حزب الله ترتبط انتباط وثيق بالمقاومة خمسة عشر شباط الفين وثماني عنوانا نصر الله بدأت معركة انهاء اسرائيل بالالفين وثماني وعشرين مين هي اللي انتهى لبنان لبنان صار اللبناني عم بيشحد الكهرباء عم بيشحد الطبابي هلأ اذا بدك تفتح ملف الكهرباء يذا بدك تفتح